اهلا بكم الى برنامج النقاش مراسلنا سليم بدوي اهلا بكم جميعا ضيوف فرانس فانكات ابدأ معك سليم بداية هل انطلقت جلسة قادة الاتحاد او منطقة اليورو وكيف تأثرت بهذا المقترح الجديد من اليونان قمة قادة منطقة اليورو انطلقت منذ بضعة دقائق فيما ان اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو كان سبق هذه القمة تمهديا ونعقد بعض الظهر ولكن دون ان يخرج بنتائج كبرى يعني لم يدبت بالاختراحات الاخيرة التي تقدمت بها اتينا واعتبر بان هذه الااختراحات الجديدة التي وصلت الليل الماضي الى المفوضية الاوروبية والجهات الدائنة قاعدة صالحة لاستئناف المحادثات التي كان قد علقت الاسبوع الماضي بين اتينا والجهات الدائنة على امل وهذه المرة هناك امل فعلي جدي بالتواصل الى انتفاق قبل اخر هذا الاسبوع هناك موعد جديد لاجتماع اخر لمزراء المالية منطقة اليورو ربما الاربعاء او الخميس سيسبق القمة الاوروبية الموسعة في اخر الاسبوع واما قمة هذا المساء التي انطلقت منذ دقائق كما سبق وذكرنا فقط لقادة منطقة اليورو فهو المعول عليها انت في النهاية يعني تحدد الخطوط الكبرى للمرحلة المقبلة لمرحلة ما بعد الاتفاق على صرف اخر دفعة من المساعدات او القروض لاتينا بقيمة سبعة مليارات يورو قمة هذا المساء مرشح لا تخرج بطبيعة الحال باتفاق نهائي وهذا اكدت عليها المستشارة الالمانية ميركل على اعتبار ان هناك حاجة الى المزيد من الدراسة من البحث على المستوى التقني على مستوى الخبراء التقنيين بين الحكومة اليومانية والجهات الدائنة بضعة ايام بعد بناء البحث التقني الفني بين الخبراء على امل ان يتم التوصل في النهاية الى اتفاق الجميع يريدوا اتفاقا يجنب اليونان الافلاس او العجز عن الدين والخروج من منطقة اليورو سليم هل يتضح حتى الان الملامح الابرز ربما في هذه الاصلاحات التي تقدمت بها اليونان اليوم الاقتراحات التي تقدمت بها اتينا لا تزال طي الكتمان ولكن تم تسريب بعض المعلومات بشأنها على اعتبار ان تم الترحيب انه لأول مرة يتتقدم الحكومة اليونانية باقتراحات فعلية بارقام حتى تعهدات خطية وقع عليها رئيس الوزراء اليونانية تسيبراس يعني فهمة بانها قد تؤدي الى اعادة النظرة والى اصلاح نظام التقاعد في اليونان الى رفع سن التقاعد الى 67 عاما ربما ادخال تعديلات ايضا على مستوى الضريبة على القيمة المضافة بحيث يتم رفع هذه الضريبة ولكن ليس المواد الاساسية الحياتية الاساسية كالمواد الغذائية او الادوية وانما قطاعات اخرى ربما فطال قطاع الكهرباء ولكن ليس بشكل غير يعجز عن تحمله من قبل المواطن اليوناني سوف تشمل عملية رفع الضريبة على القيمة المضافة ربما القيمة السياحية الفنادق في بعض الجزر اليونانية التي تشهد كثافة سياحية في المواسم الصيفية ولكن الاهم في هذه الاصلاحات المقترحة من خبال حكومة تسيبرس هو الاصلاحات التي سوف تطال مكافحة التهرب الضريبية في اليوناني وكذلك محاربة الفساد طيب تفضل بالبقاء معنا سليم بدوي سنعود اليك عود الان الى ضيوفنا في الاستوديو محمد الالفي هذه الخطة التي جاءت ربما في اللحظة الاخيرة قبلت بترحيب كبير وقيل انها انعشت الامان حتى ان برصة اثينا سجلت اليوم ارتفاع بنسبة 7% لماذا هذا الترحيب الكبير بهذه الاصلاحات التي ربما لم تقدم فيها تنازلات كبيرة اثينا هو الحقيقة يعني مجملة للدول الاوروبية فيما عادة المانيا ترحب ببقاء اليونان وتصر احنا شفنا تصرحات وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي يقول يجب ان بزل جهدي كبير حتى اللحظات الاخيرة لابقاء اليونان لانه بقاها معناه اتحاد اليورو وحتى امريكا صرحت ايضا قالت انه في مخاطر على فكرة الاتحاد كاتحاد اوروبي من بقاء من خروج اليونان لانه ما تنسيش ان بوديموس نفسه اصلا في اسبانيا يعني ربما يشكل النموذج الثاني في اوروبا وتبقى اطراف اوروبا في اهتزاز كبير لكن هي حتى خلينا نرجع للخلاف اللي هو قائم ما بين اليونان والمفاوضية الاوروبية هو بيكلمه على فكرة الاصلاح الداخلي والاعادة هيكلة الاقتصاد اليوناني الان حتى اذا حصل اليونانيون على سبعة واثنين من عشر مليار يورو اللي هو القرض الموافق عليه سابقا هو يسدد منه حتى شهر غسطس القادم حوالي ستة وتمانية من عشر مليار سداد ديون واحد وستة من عشر ثلاثة وتمانية من عشر حوالي ستة وتمانية من عشر يعني هما بيدولوا القرض الموافق عليه لكي يستطيع سداد الديون اما على الارض وعلى ارض الواقع لم يقدم احد من الاتحاد الاوروبية أو الكتلة الصلبة للاتحاد بفنيه لم تنتقل إلى اليونان لإعداد برنامج لكيفية الإصلاح الخلاف حوله بيكلموا على القيمة المضافة القيمة المضافة ستوقف نمو الاقتصاد اليوناني بشكل كبير وسترهق الطبقات الفقيرة تقريبا سلس الشعب بدون عمل بالمرتبات بنتكلم ربعمائة وخمسمائة يورو القصة تكمن فيه هو بيقول له ارفع سن التقاعد ده حصل في دول كتير هذا ما يريكم ما يحب أنه يتفرح لكن النقطة المختلفة عليها هو أنه عاوزوا يخفض من ما يتقاضى الريدي من هم في التقاعد وده النقطة المستحيلة اللي ما يقدرش يقرب لها بفعال قالها أنها خط أحمر قالها اليوم رئيس الوزراء اليوناني سأدى الآن إلى أثينا معنا عبداللطيف درويش أساد الاقتصاد والتنمية في جماعة أثينا أهلا بك أساد عبداللطيف بداية في هذه المقترحات أو ما تسرب من هذه المقترحات التي أعلنتها اليوم أثينا في محاولة ربما لتوصل إلى اتفاق مع دائنها إلى أي حد الحكومة التي انتخبت على أساس كونها من أقصى اليسار حتى على أي أساس يمكن أن تذهب في التطبيق في حال توصل إلى اتفاق أنا في رأيي أن المقترحات اليونانية ليست جديدة وليست جذرية كما يطالب الأوروبيين أنا في رأيي أنها بجرد مقترحات سيتم الترويج لها إعلاميا حفظ ماء وجه الأوروبيين اليونان لم يقدم تنازل حتى في موضوع القيمة المضافة تم تصنيفه حسب المناطق وأيضا لم يوافق اليوناني على تخفيض مرتبط التقاعد فبالتالي ليس هناك تنازل من الجانب اليوناني اليونانيين لعبوا الورقة الروسية بشكل جيد واستدى دفعوا الأمريكان لتدخل الأمريكان حين يتدخلون كما تدخلوا في يوزلافه هم القادرين على دفع الأوروبيين لحل أزماتهم الداخلية الأوروبيين ليست لديهم سياسة اقتصادية موحدة وليست لديهم هوية أوروبية موحدة وبالتالي تدخل الأوروبي لصالح اليونان جاء نتيجة للموقف أو تقارب الروسي اليوناني مما دفع إلى تدخل الأمريكي الذي سيدفع إلى الأوروبيين بالتالي إلى تخديم تنازلات ولكن حتى هذه اللحظة اليونان لم يقدم تنازلات حقيقية في موضوع التقاعد أو في موضوع القيمة المضافة هو مجرد لعب بالأرقام لأن اليونان ليست لديها القدرة على تقديم تنازلات أكثر مما قدمت طيب بالاستناد إلى هذه المقترحات التي تم تقديمها اليوم هل برأيك يمكن أن تأمل أثينا في بلوغ اتفاق مع دائنها مع العلم أن الرئيس الفرنسي تحديدا قال أنه مقترحات إيجابية لكن ما زالنا بحاجة إلى مجموعة من الجهود من قبل أثينا اليوم لا طبعا بالتأكيد هناك خطوط أوروبية الأوروبيين في حالة خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي وعودتها إلى العملة اليونانية الدراخمة ستخسر الأوروبا أكثر من 100 مليار فبالتالي يجب أن يكون هناك استدرار والعمل على إبقاء اليونان في منطقة اليورو في حالة خروج اليونان فستكون سابقة ستعاقبها كل دول الجنوب لأن كل دول الجنوب مستائة ولكن اليونان كانت بالحكومة الجديدة الأكثر جرأة حتى ان جاءت تعبير الوقوف أمام القوى الكبيرة مثل ألمانيا في الاتحاد الأوروب ولكن في رأيي سيكون هناك تمديد البرنامج وتم إعطاء اليونان بعض الستة إلى ثمانية مليار وتم تمديد إلى نهاية العام وتفاوض من جديد ولكن الحل الصحيح هو إعفاء اليونان بجزء كبير من دونها وإلا ليس هناك حل طيب العود الآن إلى أساد بشارة ترابي محامي في القانون التجاري والمصري أهلا بك الآن بما أن اليونان ما زالت قادرة أو على الأقل تضمن أن البنك المركزي الأوروبي سيضخ مزيد من السيولة في المصارف هل ربما هذا هو الخيار الذي يجعلها ربما متعنت في تقديم مزيد من التنزلات ولسيما هذا الفائد الأول في الميزانيا لبما الطلب الأبرز لدى الدائنين بالحقيقة كما يظهر اليوم من الأخبار اللي عم نسمعها أنه المشكلة ليست فقط مشكلة سداد دائن لليونان بل مشكلة كما في السحوبات اللي عم تحصل من المصارف اليونانية واضطر البنك الأوروبي ضخ أموال جديدة اليوم بحدود مليار و800 ألف في المصارف اليونانية حتى ما توصل هالمصارف إلى حد الإفلاس بالحقيقة اليونان نتيجة الانتخابات اللي حصلت مؤخرا وفوز سيبراس بالانتخابات كان هو نتيجة الضغوط الأوروبي اللي ميرسوها على اليونان حتى اليونان تتخذ سياسي جديدي بنسبة حماية بنسبة عدم التهرب الضريبي والفساد المتفشي في الإدارة اليونانية بالحقيقة المشكلة في اليونان هي مشكلة وجود مكلفين في الضرائب ودفع الضرائب في اليونان هي المشكلة الموجودة لأنه اليوم الدولة فيها تلتزم بالإشياء اللي بدك إياها أو اللي بيطلبوها منها بس هل يمكن هذا الالتزام هل سيؤدي إلى تنفيذ؟ أنا برأيي في مشكلة أساسية في قضية المكلف اليوناني هل ستيمكن المكلف اليوناني من تنفيذ الالتزامات التي ستأخذها الحكومة اليونانية؟ برأيي هناك مشكلة بهذا الموضوع هذا وبالتالي أوروبا اليوم هي مضطرة أن نتحافظ على اليونان بأوروبا ما فيها تخلي اليونان تطلع من أوروبا لأنه عليها ديون على اليونان ريهان سياسي أيضا ريهان سياسي كذلك حتى دول الجنوب مثل ما قال هلأ المراسل في بروكسل وفي اليونان دول الجنوب كلها مهددي لأنه اليوم إذا بدك المستويات المفروضة في أوروبا من شأن المحافظة على وجود الدول في أوروبا يعني عندك ثلاثة رباعة دول الأوروبية منا عم تستوفي هالشروط اليوم فإذا نحن نشهد حالة عجز اليوم من دول الأوروبية باللحاق بالحدود التي فرضتها أوروبا على هذه الدول يلي بيجعلهم يضطروا يحافظوا على اليونان وإلا كلهم مهددين بالانفراط طيب أستاذ محمد الألف المطلوبة الآن هو ربما من أثينا كإجراء عاجل مراقبة حركة الرسميل في الإجراء بالطبع إلى مسألة الصحوبات المكثفة مراقبة حركة الرسميل في المصارف اليونانية مسألة مطلوبة بالفعل الآن من أثينا لكن ألن يكون لها ربما إجراء أو ورد فعل عكسي على المصارف وعلى الاقتصاد اليوناني في انتظار هذا الاتفاق؟ هو طبعا هو رؤوس الأموال المعروف لما بتفقد الثقة حتى الإدعاة الصغيرة يعني الإدعاة الأفراد اللي هي مدخرات بسيطة جدا لما بيفقدوا الثقة وبيحصل حالة اهتزاز كله بيخشى من عدم توفر السيولة هو طبعا يروح للبنوكة تقول له ليك رصيد عندنا لكن ما فيه سيولة وحصلت في بلاد كتير هي المشكلة تكمن دلوقتي هو أنه هم بيتكلموا أنه المركز الأوروبي ضخ مليار و 800 مليون على أساس أنه يغطي عجز السحبات اللي بيحصل بس هو التأخر المشكلة كلها تكمن في سياسة الاتحاد الأوروبي اللي هي فيها ازدواجية في المعايير زي ما قالي السيد الدشرة هم حتى الدول الأوروبية اللي هي في مقام الدول الأولى داخل الاتحاد الأوروبي لا تطبق نفس المعايير يعني حتى ألمانيا هي التي تقود ألمانيا هي حجر عصرة في سبيل توصل اليونان إلى اتفاق إذا زي ما قال الدكتور عبداللطيف في اليونان قال أن الدول هتتحمل خسائر خلينا أقول لحضرتك رقم فرنسا إذا خرجت اليونان ستتحمل 51.5 مليار يورو تكلفة خروج اليونان وهي لديها عجز 50 مليار يورو فإذن هي دلوقتي بتعاني من انكماش هي ستعاني من كارسة إذا خرجت اليونان لكن فرنسا على الأقل ضامنا سند ربما البركة المركز الأوروبي حتى إذا كانت هذه الديون دفترية ولا تستطيع اليونان سدادة لكن ديون مرحلة المشكلة الآن لابد من حل مباشر لدى الاتحاد الأوروبي إذا كان يريد أن ينقذ اليونان فعليا وليس إعلاميا كما يدعو لحفظ ماء الواجه لابد من أن يتوقف عداد الفوائد إعادة الديون لأصلها إعادة الديون لأصلها وإقاف عداد رفع الفوائد نهائيا إقاف سداد أي ديون من مدة من 5 إلى 7 سنوات والتدخل بحزمة مساعدات حقيقية لإنقاذ الوضع الاقتصادي اليوناني وليس كما حدث سابقا أخلينا أشير لشيء أن الأموال التي ذهبت إلى اليونان سابقا ذهبت لإنقاذ مؤسسات مالية أوروبية وليست لدعم الاقتصاد اليوناني عليهم أنه هم بيطلبوا النهاردة أليكسي السيبرس هل أليكسي السيبرس يجوه عن الناس هل جاء لإنقاذ بلده والرجل محق فيما يفعل بالفعل اليونان في أزمة لا يساعد أن ينكر لكن اليوم السياسة الألمانية المتعجرفة داخل الاتحاد الأوروبي هي التي تدفع إلى مزيد من التأخر في الحل وحتى إذا أعطوه هذه الأموال ستظهر المشكلة مرة أخرى بعد 6 شهور سأعود إلى هذه النقطة مثيرة لكثير من الريبة ربما من قبل الدول الأوروبية سأذهب مجددا إلى أستاذ عبداللطيف درويش البنك المركزي اليوناني حذر المصارف اليونانية من ثلاثاء صعب يعني يوم غد سواء تم الاتفاق أو لم يتم اليوم ما الذي يعنيه هذا التحضير برأيك؟ أنا للأسف أعتبر هذه جزء من الحرب والضغط على الحكومة اليونانية أن هذه التصريحات نتيجة التصريحات الأوروبية أو المسؤولين المصرفيين في البنوك المركزية البنك المركزي الأوروبي أو بعض المسؤولين الماليين في الأوروبا مجرد تصريحاتهم أدت إلى وجود خالة عدم ثقة بالبنوك اليونانية وبالتالي كلال فترة أسبوع تم سحب أكثر من مليارين يورو من البنوك وهذا يؤدي إلى إضعاف مستوى السيولة وهو أيضا ما كان تؤمن الحكومة اليونانية ظهرها في حالة خرجها من اليورو أنا أعتبره جزء من الحرب أو الضغط على الحكومة اليونانية لردوخ للشروط الأوروبية وحتى الآن لم ينجحوا في عملية ترهيب الحكومة اليونانية حتى هذه اللحظة لم تتقد اليونان أو الحكومة اليونانية أو وزارة المالية اليونانية أي إجراءات لمنع الأشخاص من سحب أموالهم وبالتالي لم يؤثر ذلك ولكن للأسف هذا يؤثر على مستوى السيولة أنا أعتبره جزء من الحرب والضغط على الحكومة وعملية الضغط على الحكومة اليونانية فقط طيب سأعود إلى الأسد بشارة ربيه مسألة التخلف عن سداد الديون من قبل اليونان ما زالت مطروحة وبإلحاح ولسيما أنه بقيت فترة ثمانية أيام ودراسة هذه المقترحات والمصدقة عليها حتى ربما من قبل بعض برلمانات الدول المعنية بهذه الديون قد تتطالب فترة أكبر وبالتالي مسألة التخلف مطروحة الآن في حال هذا التخلف كيف ستجري الأمور؟ هل تعلن وكالات التصنيف إفلاسة اليونان مثلا؟ نحن في عنا بعض أمس اللي حصلت مؤخرا وخاصة بالنسبة لأبروس في عنا البنوك من حوالي سنة البنوك الأبروسية تخلفت عن دفع برسم من الودائح اليوم الخوف باليونان لكن هنا نتحدث عن الدولة ربما وهذا ما يجعل ربما الأمر مشكلة أن الدولة بتستند كمان على المصارف والخطاع المصرفي هو خطاع هام كتير إذا كانت المصارف اليونانية اليوم تتخلف عن الدفع ويصير مثل مصارف أبروس هذه أكيد بده أسر على سعر صرف اليورو وبده أسر على الوضع في أوروبا أنا باعتبر أنه مفروض كمان اليونان يكونوا شوي وعيين للأزمة وما فيهم يظلوا يرحلوا الأزمة من أجل إلى أجل إلى أجل مفروض القيام حقيقة بإصلاحات ضريبية جزرية في اليونان وهالإصلاحات ضريبية جزرية إذا ما لقيت نتيجة خلال الأشهر أو السنة القادمة مفروض تلاقي نتيجة بعد سنتين أو ثلاثة لأنه ما فيهم يظلوا اليونان كل مرة يجوا يطلبوا مساعدات من أوروبا ومن المصارف الأوروبية ومن الدول الأوروبية بالوقت يلي هني عجزين حقيقة في عجز عن سداد قدام في اليونان مثل ما في عجز بغير دول يعني بس هالعجز منه ظاهر لأنه بعد والحد هلأ الحركة الاقتصادية ماشي بس نحن خلال العشرين سنين الماضية كل الدول ازداد الدين العام تبعها بشكل عام يعني بشكل مضطرد بس اليوم مفروض اليونان يقوم بإصلاحات جديدة أنا ما بتصور ما بتصور أنه ممكن أن يخرج اليونان من اليورو لأنه إخراج اليونان من اليورو هو أول ضربي باليورو وبدو يلحق ضربات متتابعة وأخرى وبالتالي برأيي مش لأنه اليونان بدو يضل باليورو لأن الدول الأوروبية عندها مصلحة أنه اليونان يضل باليورو الآن سؤال تقني أستاذ محمد الألف يعني كثيرون يقولون أنه اليونان دولة سيادية وبالتالي لا يمكن أن تفلس بالنسبة إلى الشخص العادي غير المختص مثلي في الاقتصاد مثلا كيف يمكن أن نفسر أنه مثلا أرجنتين أعلنت الإفلاس وكانت لها ديون بالدولار ولا نتحدث عن إفلاس اليونان التي لها ديون بعملتها اليورو هو خلينا أقول لحضرتك يعني هو في حالة حتى إذا كنت حضرتك عاوزة أذهبي بعيدا إلى فكرة ماذا بعد حتى ماذا بعد حتى إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي حلا فأمام أليكسي تسيبرس إجراءات تقشفية وستكون قاسية هو تحديد حجم الأموال التي تسحب من البنوك تغيير العملة تغيير العملة نفسها عودة إلى الدرخمة أو عملة جديدة ممكن هذا ما يقال عنه أن العملة الموازية أو يو هذا حل مطروح يعني هو مطروح ربما من لم يسافر أو يعيش في اليونان اليونانيين مع تشتداد الأزمة ابتكروا عملة افتراضية بينهم اسمها تيمو كانوا يتبادلوا زي تبادل سلع بينهم وبين بعد الناس عاشت أجواء قاسية جدا لكن أنا مش ألان جدا أنه حتى لو ما حصلش اتفاق صحيح هو تعتبر دولة تخلفت عن السداد ولكنها لن تقول أنا لست مديونة سأسدد ولكن في أوقات لاحقة هتدخل بقى في مسألة سندي استثمارية هتحصل على أوراق الدين اليوناني هتدخل في مسائل طريق الديون بالمناسبة حتى الآن حضرتك ذكرت الأرجنتين الأرجنتين حتى الآن مؤسستين أمريكيتين وحضرتك تعلمهم تماما هم من يملكوا ديون الأرجنتين التي لم تحل حتى الآن بالنسبة له هو لأليكسيت سيبرس بالعكس أنا أتصور أن هو خروجه من اليورو أربح له من البقاء في اليورو وقبول الإزلال المفاوضية الأوروبية له لشعبه وهو يستطيع أن يعود بطرق أخرى وإحنا شفنا هو الراجل كان واضح جدا وتصرف بشفافية ولما كان في بيتس بورج قال يسألنا البعض لماذا أنت هنا ولست في بروكسل للتفاوض نحن والروس بل لدينا مصالح مشتركة كبيرة التحرك الجيوستراتيجي الذي قام به تسيبرس هو تحرك زكي هو أكبر الأمريكان على أن هم يحاولوا أن تنتزع روسيا وليونان من الاتحاد الأوروبي وبالتالي من الوصايا الأمريكية يعني المسائل ليست مالية فقط وبعدين من يتحدث عن إصلاح مالي دون إصلاح اقتصادي يعني هما الاثنين لازم يسيروا بالتوازم مع بعض بعدين في نقطة أخطر الحقيقة الجماعة الأوروبيين بيتكلموا وكأن المستمع قبله يعني إذا كنتوا أنتم بتتحدثوا عن شفافية وبتتحدثوا عن رؤية واضحة واقتصاد وأمانة وعدم سرقة وحفاظ على سروات الشعوب طب ما ترجعوا أكتر من 220 مليار موجودة في بنوك سويسرة وصرقت من اليونان ومن الشعب اليونان يعني أنا لا أفهم حديث عن شفافية وعن حرية وعن حفاظ على سروات الفقراء وأن تسمحوا ببقاءها ومعلوم من أين سرقت والحكومات على مدى 220 مليار يورو موجودين في سويسرة رجعوهم للشعب اليوناني بدلا من أن تقرضوه وبدلا من الفلسفة الفارغة للاتحاد الأوروبي للأسف الشديد طيب أستاذ عبداللطيف درويش يعني برأيك في حال ربما إخفاق الاتصالات الأخيرة الساعة الأخيرة بين أثينا ودائنيها هل مسألة الخروج من اليورو ستكون حتمية سواء إن صحة تعبير طردت اليونان من منطقة اليورو أو طرت بنفسها عبر إجراءات ربما فيها كثير من التقنية لن ندخل في تفاصيلها طرت إلى العمل بعملة أخرى وبالتالي لاستغناء عن اليورو أنا في رأيي إذا لم ينجح وهم لم ينجح حتى الآن في ترهيب الحكومة اليونانية كان ما نجحوا مع الحكومات السابقة فسيتم تمديد المدة إلى نهاية هذا العام لن يخرج اليونان اليونان أيضا يعني لعبة والبرقة الروسية بشكل جيد اليونان في حالة توقيعها ويوقعت على موضوع خط الغاز ستحصل مقدما من أرباح هذا المشروع على خمسة مليار فأيضا اليونان لها خيارات ولكن إذا لم ينجحوا في الوصول إلى حل وسط فسيتم تمديد دفع الأزمة إلى نهاية العام أنا في رأيي الذي سيقتل فكرة الاتحاد الأوروبي هي الفردية الأوروبية الانديفيدوالزم لا يزالوا يعملون بشكل فردي ويتعاملون مع اليونان أو مع دول الجنوب بشكل العقوبة كما هي القطرية تقتل الوحدة العربية أو تمنعها إنما الفردية الأوروبية هي تحول دون التفاهم أو الانصهار في إطار وحدة وبالفعل الاتحاد الأوروبيسي ليس إلا عبارة عن نادي أو تجمع لمجموعة الدول ليس هناك اقتصاد أوروبي هناك اقتصاديات أوروبية وفي كثير من الحالات هي متناحرة فيما بينها ولكن إذا طرت اليونان إلى الخروج فستكون العاصفة أكثر كارثية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو لفكرة العملة الموحدة وستعيد عملية الاستفاف السياسي والاقتصادي في أوروبا والتحالفات وبالتالي تقارب بين اليونان وروسي على سبيلنا ربما هذا هو الخطر الأكبر برأي الخبراء في الاقتصاد الخطر هو السياسي كما ذكرنا قبل قليل وربما هنا السؤال يطرح أستاذ بشارة ترابي هناك واحدة مصرفية بين هذه الدول الآن التي ربما تناقشها أثينا من أجل التوصل إلى خطة بشأن ديونها وبالتالي ربما قد تكون تضمن بها الإنقاذ وتضمن بها الخلاص من هذه المحنة هل نحضر اليوم إلى تمثيلية بين هذه الدول؟ الحقيقة أريد أن أرجع قليلا على قصة قروج اليونان من اليورو وما هي النتائج التي يمكن أن تترتب على خروج اليونان من اليورو؟ أنا بعتبر أن اليونان والشعب اليوناني والحكومة اليونانية لا لديها أي مصلحة أن تخرج من اليورو لأنه إذا تخرج من اليورو بدأت تعمل عمل جديد يليس رقم أو غير عمل لكن ما هو الاقتصاد التي سترتكز عليه هذه العملة؟ سينهار صعر صرف هذه العملة وسيضطر يصبح اليونانيين بحالة بؤس وتراجع أكبر إذن مضطرين اليونانيين اليوم أنا بعتبر أنه ما بقى عندهم حلول اليونانيين إلا يقوموا بالإصلاحات المطلوبة فيهم هل الأصلاحات هذه بسن التقاعد أم بالقيم المضافة؟ أنا بعتبر هذا تفصيل الإصلاحات الأساسية هي في إعادة الهيكل الإداري وبرسم سياسي ضريبية جديدة تسمح هذه السياسة في أمد معين إلى بدء بعملية التسديد أو بيصير فيه توازن اقتصادي بالبلد يسمح لليونان أنه تكون فعلا موجودة بأوروبا نتيجة عملية اقتصادية داخلية وليس نتيجة التحاق بالركب الأوروبي طيب الآن في هذا السياق ربما نسأل في حال خروج اليونان من اليورو أم في عدم في حال التوصل إلى اتفاق ربما يكون السؤال مطروح عن العدوى عدوى ربما إلى دول أو تشهد ربما وضعا هشا كالبرتغال وإسبانيا وغيرها كيف سيتم التعامل من قبل المستثمرين مع هذه الدول؟ خليني أدل حضرتك نموذك قبل من رحل البرتغال وإسبانيا مسألة التصويت على بقاء أنت حنرفين ليست عضوية كاملة لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي ولكن مسألة أنه ربما إذا صوتت صوت الشعب البريطاني بلاع على البقاء في الاتحاد الأوروبي هديك حاجة ستخرج جميع الصناديق الاستثمارية الموجودة الكبرى في بريطانيا عودة مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي وهنا تمثل خسارة كبرى للاقتصاد البريطاني ده نموذك واحد فقط والمكان الأكبر المرشح لاحتضان 70% من هذه الصناديق الاستثمارية اللي بتدار بتريليونات هو لوكسنبورغ حتى الآن إذا جينا بقى نروح على مشكلة البرتغال البرتغال كانت أيضا ما زالت التحول الاقتصادي أو باتجاه الاتحاد الأوروبي لم يحدث معه تحولا فكريا اليونان كانت أيضا يسارية كانت أيضا يسارية وما زالت طبعا وحضرتك تاني إسبانيا بوديموس أصبح له وجود فعلي وممثل برلماني ده منافس داخل إسبانيا وخروج اليونان سيعطي الشجاعة لهذه الدول أن تقول لا للمفاوضية الأوروبية أن تقول لا لتعاجروا في الدول التي لم تأخذ بيدها بشكل علمي أو تقن إذا ما عدرتك أطلقت عليه في بداية الحلقة ما أقدموا لهمش حل فعلي هو بالعكس زي ما قال دكتور عبداللطيف هي عقوبات كأنك بتعاقب مخطئ أو مجرم وهذا لا يصح في التعامل بين الدول حتى يعني إذا أنا جيت أقدم مساعدة لابد أن أقدم ما يطلق عليه ريسكو بلان أو خطة إنقاذ لم يقدم خطة إنقاذ لهذه الدول بل تعاملوا معهم بمبدأ العقوبات الأولية عملية السيد بشارة لما أتكلم على فكرة إنهيار العملة هو إذا تحول بحجم الدين الحالي إذا تحول إلى عملة أخرى سيقوم عليه أن يقوم بتعاويم العملة ما بين 30 إلى 35% من قيمتها الأصلية لمدة لا تقل عن 3 سنوات حتى يصل إلى معدل التوازن طبعا معه زي ما حردتك تفضلت إلى إصلاحات مالية واقتصادية طبعا بمشروعات يعني ما شفناش الاتحاد الأوروبي بيقول أنا هنق المشروعات إلى اليونان لتحسين الوضع ما شفناش إعادة هيكلة وتدريب ما شفناش أي شيء من المثالية اللي بيتحدث بها الاتحاد الأوروبي شفنا عقوبات فقط ولكن لا خوف إذا خرجت اليونان سيتضرر الاتحاد الأوروبي أكبر من تضرر اليونان إذا كان تضرر اليونان 40% أو 30% تضرر الاتحاد الأوروبي هو بالنسبة الأكبر على فكرة الاتحاد التي تعتبر في مجملها هشة حتى الآن وشكلية سنعود الآن ربما إلى بروكسل إذا مزال معنا ربما مراسلنا سليم بدوي سليم هل من تسريبات من تفاصيل حول سير جلسة خادة دول منطقة اليورو حول اليونان لا تسريبات حتى الساعة ولكن ما هو مأمول بالحد الأدنى من هذه القمة طبيعة الحال عدم الخروج باتفاق شامل ونهائي حول الأسبة اليونانية بانتظار كما سبق وذكرنا دراسة المقترحات والانتهاء من دراسة المقترحات المأمول هو على الأقل الخروج ببيان إيجابية من قبل قادة منطقة اليورو الرئيس الفرنسي فرنسو هولوند لدى وصوله إلى هذه القمة دعا الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى التحليم المسؤولية وأنا أعتقد بأن مجرد الدعوة من قبل رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك إلى هذه القمة العاجلة والإسلامائية لقادة منطقة اليورو حول اليونان قبل ثلاثة أيام من القمة الأوروبية العادية بمجموعة الدول الثمانية والعشرين في بروكسل هي هذه الدعوة أحرجت الجميع وهي تضع كل القادة قادة منطقة اليورو أمام مسؤوليتهم لأنه يعني الجميع يخشى ما سوف تؤدي إليه نتيجة سيئة لا تحمد عقباها ويخشى من تداعيتها ليس فقط على اليونان ومنطقة اليورو وإنما أيضا على الاتحاد الأوروبي ككل المأمول هو على الأقل من هذه القمة الاستثنائية هذا المساء والخروج ببيان إيجابي يثمن الاخترافات اليونانية الأخيرة ولكن يعطي يعني ملامح الاتفاق الشامل والنهائي والدائم البعيد المدى لمعالجة أزمة الديون اليونانية ككل بدءا بتمديد العمل بخطة الإنقاذ إلى ما بعد الثلاثين من حزيران الجانب نعم شكرا لك سليم بدوي مراسلنا من بروكسل وسنذهب إلى أثينا مع الأستاذ عبداللطيف درويش أستاذ عبداللطيف الآن حسب وفق ما تم تسريبه بشأن المقترحات الجديدة من قبل اليونان وما نعرفه من مطالب من الدائنين باتجاه أثينا ربما يعطينا انطباع بأن المطلوب إعادة خطة إنقاذ 2012 في انتظار وصول المهلة المقبلة ونرى ما سيحصل إذا خرجت اليونان من أزمتها فسيكون أحسن وإذا لم تخرج ندرس وربما تكون قمم أخرى هل هذا هو المتوقع برأيك؟ أنا المتوقع كما أسلفت يعني وهو أنه سيتم تمديد دفع الأزمة إلى الوراء إلى نهاية العام إلى شهر 12 وإعطاء اليونان بعض المليارات ودفع اليونان لعله وعسى إلى جانبهم هذا يضغط على الحكومة اليونانية باتخاذ إجراءات ولكن أنا في رأيي أن الحل الجذري لن يكون في هذه اللقاء لن يكون هناك حل الجذري لأنه لا يزال الأوروبيين بحاجة إلى ضغط أمريكي أن تقوم الأمريكا بقيادة حل الأزمة كما عملت في مناطق أخرى كيغوزلافيا وغيرها الأوروبيين عاجزين عن حل الأزمة ولكن سيتم دفع الأزمة إذا بقيت اليونان في منطقة اليورو سيكون هناك أيضا انتعاش للاقتصاد اليوناني ونحن في فترة سياحية سيأتي إلى اليونان أكثر من 25 مليون سائح هذا العام سيكون هناك سياحة دينية وتصدير إلى اليونان كسرت حاجز أو المقاطع عن روسيا سيكون هناك دخول من روسيا ستكون هناك المشروع الغاز الذي لا يعرفه الكثير أنه توجد كميات كبيرة هائلة من الغاز بين ليبيا وكريت هناك كمية في بحر يونيو أيضا وبحر إيجا كميات هائلة من الغاز والبترون ولكن وهذا أيضا جزء من عملية الضغط على اليونان الذي قد يصعب على اليونان أشير فقط أستاذ عبداللطيف أننا نشاهد هذه الصور التي سأثنا مباشرة لمتظاهرين أمام البرلمان اليوناني في أثينا ما نعلي الضغط الشعبي سواء قبلت أثينا بتنازلات أم لم تقبل هو الضغط الشعبي لصالح الحكومة وليس ضدها الحكومة حتى حتى لو قبلت بتنازلات كما تصفها بالمؤلمة إذا كانت هناك تنازلات مؤلمة فستذهب ستضطر الحكومة لن توقع الحكومة اليسارية اليونانية ولن يصور البرلمان الحالي اليوناني على إجراء التقشف قاسية كما يقولون وإنما ستذهب إلى انتخابات وفي حالة ذهابها إلى انتخابات ستحصل هذه الحكومة على 47% وهي أغلبية مطلقة جدا حسب القوانين اليونانية أي أنه لا أمل الأوروبيين في إسقاط هذه الحكومة هما يسعون الذي لا يعرف الكثير أيضا هناك خطة أوروبية لإسقاط هذه الحكومة والضغط عليها والإتاء برئيس البنك المركزي يانس تورنارس والذي وقع على اتفاقات السابقة أي حكومة تكنقرات قادرة على توقيع الاتفاقيات دون وضع أي حسابات للحسابات أو للثمن السياسي ولكن هذا لن يكون نتيجة وجود دعم شعبي كبير لهذه الحكومة أي أنها ستحصل على 47 مليون وسيفشل أيضا الخطة الأوروبية في إسقاط هذه الحكومة وبالتالي حل الأزمة هو إعفاء اليونان من جزء كبير من ديونها إعادة اليونان إلى العجلة التنمية حيث أن اليونان خسرت لصالح الاقتصاديات الأوروبية نتيجة تكبيلها بالقوانين الأوروبية بالإنتاج المتخصص أي أنها خسرت 70 مليار بين الأسواق العالمية لصالح دول الأوروبية الأخرى وبالتالي خروجها من اليونان سيكون منفع لها وخاصة في تقاربها واستغلالها للغاز بالأموال الروسية والتقنية الروسية فبالتالي يجب على الحل الأمثل هو الأوروبيين هو إعفاء اليونان من جزء كبير من ديونها وإصال الديون إلى حد يستطيع الاقتصاد اليوناني من الإيفاء بمستحقة هذه الدول وإلا فلا حل سيدفع الحل إلى نهاية هذا العام وهذا هو نعم أستاذ محمد الألف يعني الآن وفق ما نفهم حتى الآن من المطلوب من أوروبيا على الأقل أو من الدائنين عموما من اليونان هو تقديم تنازلات لكن كل هذه التنازلات التي قدمتها أثينا حتى الآن أغرقتها في أرقام سلبية بامتياز ربما أبرزها النتج الإجمالي الذي تضعفها ثلاث أو أربع مرات الآن في المطلوب في الوثيقة المطلوبة الآن في المطالب الأوروبية الآن من أثينا ما النتائج العكسية التي قد تكون على الاقتصاد اليوناني في حال قبلت أثينا بالخضوع لهذه المطالب لا هو إذا خضعت أثينا وخضعت وما فيش إصلاح مالي واقتصادي في نفس الوقت وتمويل يعني هو معناه أنه يقبل بالشروط الأوروبية دلوقتي يعني أنا ما بتكلمش خالص على سبعة مليار واثنين من عشر اللي هو قرض وموافق عليه لا إنت تتكلمني إنت تتكلمني مرة تانية على سبعين مليار يعني درابي الرقم ده في عشرة يعني بدل ما يتكلموا على سبعة واثنين من عشر قرض عشان يسدد لهم الديون المستحقة عشان يقولوا دولة منتظمة في السداد لا يبقى يتكلم على ريسكيو بلان قطة إنقاذ بشكل آخر في حدود اثنين وسبعين مليار مع إصلاح مالي وإصلاح اقتصادي الأوروبيون لن يقدموا هذا النقطة اللي تكلم عليها الدكتور عبداللطيف هي موضوع الغاز هو غاز شرق المتوسط تشترك فيه عدة دول تشترك فيه اليونان تشترك فيه لبنان تشترك فيه أبرس تشترك فيه مصر وإسرائيل طبعا تشترك فيه جزء القصة أكبر من مسألة الديني اليوناني الداخلي القصة أكبر القصة تخضع لفكرة أيضا إعادة تشكيل مناطق قوة في العالم و مسألة زي ما بنقول سيطرة على بعض المنافذ الحيوية في العالم ومنها اليونان أمريكا حتى إذا تدخلت أمريكا إذا تدخلت تدخلها للضغط على الاتحاد الأوروبي أيضا دون جدوى هو سيؤجل فكرة حتى إلى نهاية السنة لكن ما قدمناش حل فعلي لم يقدم أحد حل فعلي هما بيتكلموا على ترحيل الأزمة يزن الأزمة باقية هيتكلموا على خلاص إذا هو خد سبعة واثنين من عشرة وسدد حتى أغسطس منهم ستة وثمانية من عشرة ماذا سيفعل بعد ذلك هو ليس لديه القدرة فعليا على تزديد خدمة الدين أي فوائد الدين فكيف سيسدد مرة أخرى هل سيقرضوه مليارات أخرى المشكلة أنه دائما يسدد فقط الفوائد حتى الآن تدوير الأزمة مرة أخرى فكرة فاشلة وأنا يعني إذا كنت بنصح تسيبرس صحيح وجوده في الاتحاد الأوروبي ولكن بشكل يختلف جيد لليونان لكن بهذه الطريقة وحتى إطالة الأزمة عليها أن يبحث أسباب الخروج وطباعة عملة أخرى واللجوء إلى شركات دولية بشكل آخر ليعيد اليونان إلى ما كانت عليه قبل اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي وأتصور أن ميركل هي اللي بتقود الآن خطة إسقاط حكومة سيبرس ولن تنجح ميركل بهذا الشكل لأنه هي الحقيقة فشلت في مخططات أخرى في مناطق أخرى من العالم وعليها حكومة التكنقراطة التي تبعث عنها هذه الحكومة ستفقر الشعب اليوناني أكثر مما هو علي طيب الآن رغم كل السيناريوهات ومعظمها متشائم بشأن اليونان هناك انتباع ربما أمل في أن الأوروبيين كما قلنا قبل قليل لن يتركوا اليونان وبالتالي ستنقض وسنتنتهي هذه الأزمة لكن هل يمكن أن تكون سابقة على غير مثلا ما وقع في العام 2008 مع بنك ليمن برادرز هل يمكن أن يحدث ما هو غير متوقع صحة تعبير بالحقيقة أنا مني شايف أنه يمكن يحصل غير المتوقع ولا ولا ومني شايف أنه هناك إمكانية أن تخرج اليونان من اليورو لأنه عملية إخراج اليونان من اليورو هي ليست قرار أوروبي هي قرار يوناني وبالتالي القرار اليوناني هذا سيؤثر سلبا على اليونان لأنه اليونان بلد سياحي السواحي الأوروبيين كلهم بيروحوا على اليونان يعني وجود اليونان أنا باعتباري باعتباري بحلقة اليورو هو مفيد لإله بالنسبة لتعزيز السياحة وتعزيز النشاطات اليوم سيفرس وقت اللي إجاء على السلطة سيفرس اعتبر أنه هو يريد يعمل إشياء غيره ما كان يعملها استضم بالواقع اللي هو بيقول أنه اليوم عليك مفروض نرجع نبني الاقتصاد على قواعد سليمي مفروض نرجع الإدارة الضريبية النظمة مفروض نرجع نفتش على مصادر لتسديد الدين العام أو لخدمة الدين العام مثل ما قال الزميل لأنه بالأساس تفع الفوائد ضروري يعني أنه ما فيك تديني تتدفع الفوائد يعني بدك تضطر تدفع الفوائد وإذا كنتي بك تضطر تديني تتدفع الفوائد بدنا نوصل للي عم تحكي عنه خاصة وأنه الناتج الداخلي النسبة الدين بالنسبة للناتج الداخلي هي 175% يعني هي أعلى نسبة موجودة في العالم اليوم هلأ لو لما تكون يعني على افتراض أنه اليونان غير موجودة في في أوروبا وفي اليورو كانت مهددة بالإفلس بس وجودة في أوروبا وفي اليورو هو من شأنه المحافظة على اليونان وعلى اقتصاد اليونان طيب الليلة يبدو أنه اجماع قادة دول منطقة اليورو لن يخرج باتفاق وفق مراثلنا في بروكسل على الأقل سيخرج بترحيب بهذه المقترحات الجديدة التي صدرت من أثينا أستاذ عبداللطيف درويش برأيك يعني الآن بعد الترحيب بهذه المقترحات التي وصفت بالإيجابية من قبل دائني اليونان ولسيما قادة دول منطقة اليورو كيف ستلعب الحكومة اليونانية في الأيام الثمانية المقبلة؟ أنا في رأيي أن عملية الترويج لما فعلته اليونان مجرد كما أستفت وحفظ كما قالت ميركل قبل قليل قالت أن اجتماع القمة الأوروبية مجرد اجتماع استشاري وإنما الدور هو الدور للهيئات الفنية المالية في الاتحاد الأوروبي أنا في رأيي اليونان ستستمر في نهجها يعني الحكومة اليونانية كما بدأته وستضغط باتجاه توقيع اتفاقية أو في الحد الأدنى دفع الأمور أو الأزمة إلى نهاية هذا العام ولكن أنا لا أرى أن هناك حل جذري لأن الأوروبيين لم يأتوا حتى الآن بيعني لم يتفهموا أو لم يستطيعوا عندهم حسابات خطئة في موضوع حجم ما يمكن أن تشكلوا خروج اليونان من منطقة اليورو هما ما فعلوا باليونان على سبيل المثال وقعت اليونانان لا تلجأ لدولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على ديوء قروض كان تأخذ ألمانيا على سبيل المثال قروض من الصين بصفر فاصلة ثمانية وتعطيها لليونان بخمسة فاصلة خمسة فكيف يمكن أن تكون هذه دول حليفة اليونان يجب أن تتحرر من هذه القيود وأن تتمرد على القوانين الأوروبية التي يحدث من نشاطاتها على المستوى الدولي وبالتالي تذهب بهذا الاتجاه طيب سنتابع مدى قدرة الحكومة اليونانية على التمرد شكرك جزيلا شكر عبدالله طفدرويش أستاذ الاقتصاد وتنمية في جامعة أثينا كنت أيضا معنا من العاصمة اليونانية نشكر أيضا الأستاذ محمد الألفي الخبير في الاقتصاد السياسي وشكر أيضا لبشارة تربيه محامي في القانون التجاري والمصرفي نشكر أيضا مراتلنا من بروكسل سليم بدوي والشكر بالتابعة لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة إلى اللقاء